السلام عليكم ده الفيديو رقم 16 في السلسلة المتكاملة اللي بنشرح فيها محاسبة التكاليف من البداية لنهاية بإذن الله عشان تؤهلك تكون محاسب تكاليف شامل بإذن الله الفيديوين اللي فاتوا شرحنا نظام الأوامر الانتاجية النهاردة بقى نشرح المراحل الانتاجية تمام؟ هنشرح نظام المراحل الانتاجية اللي هو البروسيس على الفكرة احنا بنشرح الأوامر عملنا الجدوى اللي قدامك دوت اللي هو بيفرق بين الأوامر والمراحل بص حضرات الأوامر اللي هو انتاج غير نمطي يعني أنا مصنع أساس بيطلب مني طلبيات محددة مواصفات ومقاسات محددة أما المراحل ده انتاج نمطي زي شركات المياه الغازية فيش حد بروح يطلب طلبية معينة لا هو معروف الحجم قد إيه والشكل قد إيه محدد مسبقا من قبل المصنع أو الشركة تمام؟ زي شركات تصنيع السيارات السيارة معروفة مقدما عملة ازاي؟ بقى ده يناسب المراحل الانتاجية تمام يا حضرات؟ تعاني نشوف كده آلية العمل في نظام المراحل الانتاجية بتتم ازاي؟ طبعا قلنا الأمثلة خلاص وحدة التكلفة هي المرحلة بقى المرحلة هدفي أحملها بالتكاليف بتاعتي مواد وأجور ومصرفات بس أنا عايز أقول لك حاجة كده حاجة مهمة قبل ما انساها يعني الشهادة المهنية المهمة جدا ليه السي إم إيه؟ مركزين قوي في نظام تكاليف المراحل دي طبعا فيه أوامر في كل حاجة بس المراحل مركزين على شوية تعا نكمل بقى طبعا أنا في الآخر هدفي أجيب تكاليف الوحدات تمت الصنة وتكاليف الوحدات تحت التشغيل آخر اللي هي المغزون اللي هيظهر عندي في القوام المالية أو قوامة المركز المالي في سبيل ده بجيب تكلفة الوحدة أو متوسط تكلفة الوحدة أنا بأسم إجمال التكاليف زي ما نشوف في المثال الشامل كمان شوية على عدد الوحدات المتجنسة هي الوحدات متجنسة طب فيه وحدات ما تمتشي أقسمها إزاي أو بحولها لحاجة اسمها وحدات معادلة أو وحدات مكافأة هنشوف كمان شوية هنفهم كل حاجة يعني أنا دي مقدمة كده بس التمرين هتفهم في كل حاجة إن شاء الله تمام؟ التكاليف الغير مباشرة نعليجها إزاي فيه ناس فاكرة أن المراحل ما فقاش مشكلة في التكاليف غير مباشرة لا طبعا إزاي إزاي يعني لا فيها مشكلة إنت ما بقاش في مشكلة لو أنا شغال في منتج واحد يبقى كل التكاليف دي هتتحمل عليه مباشرة وغير مباشرة هتتحمل عليه ما هو منتج واحد منتج نمط واحد يعني مصنع بينتج نوع معين من السيارات وفقة واحدة كمان مش كذا فقة نوع معين تمام؟ طيب افرض بقى المصنع ده بينتج كذا منتج يعني مثلا ما هي الغزام هو بينتج كذا منتج وكل وحتى مثلا منتج الواحد بيبقى بكذا حجم لتر واثنين لتر واثنين لتر واثنين لتر ونصه مش عارفة في الحالة دي التكاليف الغير مباشرة لازم تتوزع تتوزع ازاي بأساس توزيع عادل زي ما خدنا قبل كده الفيديوهات سابقا عامل ثلاث فيديوهات خاصين بتوزيع التكاليف الغير المباشرة سواء عن طريق اساس النشاط نوال اي بي سي او عن طريق النظام التقليدي بالاربع طرق بتوقع انواع المراحل فيه مراحل بتمشي في خط واحد زي النسيج مثلا غزل نسيج صباغة تشطيم فيه مراحل متوازية يعني ايه متوازية؟ يعني كل جزء ماشي في اتجاه كده او ماشيين في اتجاه كده وبعدين بيجي في مرة واحد يطلاق ويبقوا مع بعض دي زي زي صناعات السيارات بنت كل جزء على حدة بياخد مصاره المتوازي وبعدين في الاخر بجمع بقى يبقى مرحلة التجميع السيارة في النهاية في عمليات متدخلة ده عكس اللي فاتت ما بيبقوا مع بعض في مرحلة واحدة بعدين يجو في 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 زمن معين بينفصل وكل واحد ياخد مصاره ده زي صناعات الكيمويات والبترول فعلا في الاول بيبقوا ممكن مرحلة معينة وبعدين ينفصلوا لمنتجات مختلفة بترولية طريقة التحاسب في نظام المراحل يعني انا عشان اوصل لتكلفة لو انت لك هدف الاساسي قلت فيه هدفين تكلفة الانتاج تام الصنع عشان اعرف انا الوحدات دي مكين اللي فانا قديه فهيكسف فانا قديه طبيعي قارناها مع المبعاد هدف التاني اوصل لتكلفة الانتاج تحت تشغيل اخر اللي هو المغازون بيظهر في قيمة المركز المالي دون الاصول المتدولة هدفين هم عشان اوصل لهم بعمل كزا حاجة اول حاجة حصر التكاليف طبيعي بحصر كل التكاليف اللي اتصرفت في المراحل المختلفة المواد من خلال اذون الصرف زي ما قلنا قبل كده الاجور المباشرة من خلال بطاقاته الاجور اللي فيها كل عام اللي اشتغل كم ساعة ومعدة الاجر الساعة والمراحل اللي اشتغل فيها وهكذا نصيب المنتجات من التكاليف الغير مباشرة دي لها ثلاث فيديوهات وقم جين دي لوحدة حصر الوحدات ممكن يبقى بالعدد بالوزن عشان اعرف الوحدات قد ايه عشان التكاليف على الوحدات هيددينا وتواصل التكاليفة هنشوف كمين شوية عندي بقى تلات تقارير مهمين جدا تقرير حركة الانتاج دي بيوضح لمدخلات ايه ومخرجات ايه خلي بالك المدخلات حاجة من اتنين بنقمش تالت يا اما وحدات جديدة او منقولة من المرحلة اللي فاتت يعني انا في مرحلة التانية يبقى باخد الوحدات اللي تمت في الاولة بكملة في المرحلة التانية او وحدات في نفس المرحلة جاية من شهر مارس لو انا في ابريل مسيح يعني انا في ابريل اهو في وحدات جاية من شهر مارس ما كانتش اكتملت في مارس فبكملها في ابريل دي اسمع وحدات تحت تشغيل اول ده موضوع كبير المخرجات بقى بتاعتي حاجة من التلاتة اما وحدات تمة اللي بتتحاول للمرحلة التالية او للمخازن لو انا في المرحلة الاخيرة المرحلة الاخيرة بتودي المخازن مخازن اللي انا ببيع من خلالها خاز انتاج تم الصنع وحدات تحتاجين اخر دي اللي ما اكتملتش بكملها الشهر اللي بعديه في نفس المرحلة همتروحش مرحلة تالية لسه ما اكتملتش في وحدات تال فبقى دي لها قصة الوحدة بعد كده بعمل تقرير انتاج متجانس ده هدفه اوصل لمدى استفادة المخرجات بتاعة اللي لسه اي لها من عناصر التكاليف عناصر التكاليف دي بتبقى مواد واجورة مصرفات ده في المرحلة الاولى في باقي المراحل في عناصر اسم التكلفة المستلمة لان انا شغلت راكمي يعني شغلت راكمي يعني الاولى بتسلم تكاليفها للتانية التانية بتسلم تكاليفها للتالتة التالتة دي الاخيرة يبقى فيها كل التكاليف في التلت مراحل يبقى في عنصر اسمه التكلفة المستلمة وباديه مش هيبقى موجود في مرحلة الاولى لان الاولى هيستلم من مين لسه تقرير التاج متجانس ده مهم جدا على فكرة نفهمه مع بعض مهم جدا هو مشكلة الناس كلها التقريف اللي فدأ. تقريف التكاليف ده بقى يبقى بقى عند الوحدات المتجنسة وعند اجماليات التكاليف بقى سمم على بعض الدين المتوسط ده حصر التكاليف. بعد كده بوزع بقى التكاليف ده على المخرجات بطريقة معينة كده هنشوفها. طبعا في حساب التشغيل بتعمل حساب بسيط جدا جانبه المدين في حصر التكاليف كل التكاليف بتاعتنا تحت التشغيل اول ومستلمة ومواده ومصرفات. الجانب ادقين ازاي يوزع بقى التكاليف دي على انتاج تام او انتاج تحت التشغيل. الاجونة والمصرفات مع بعض الشيط ملاحظات هي اسمهم تكلفة التشكيل. بص بقى لو انا شغال او لو انا عندي وحدات تحت تشغيل اول يبقى انا عندي طريقتين للتحاسب هنا او للتكاليف هنا. طريقة الوارد اولا يصرف اولا وطريقة المتوسط المرجح. ليه? نفهم في المسألة افضل. انا رأيي نفهم في المسألة افضل. ماشي? اه بقى برضو عندي جدول مهمة او بيفيدني في تقرير انتاج متجانس الجدول ده انا عمله ليك. مرجع ليك. لكن انا هفهمه لك في التمرين يعني انا ما نفعش قراء كده وتفهمش حاجة لا. ده مرجع ليك ترجع له في اي وقت. واشامل كل الافكار بتاعت الانتاج المتجانس. ازاي بحدد نسب الاستفادة. لكن انا في التمرين هوضح لك كل نقطة من دول نفهمها مع بعض. ليه ده مية في المية وليه ده صفر وده المكمل وده اللي بضرف النسبة وكصص كده. كده نقدر ندخل على التمرين وركز معي اهو. نصدع كنزي حسام شغال بنظام المراحل الانتاجية ويتطلب الانتاج مرحلتين انتهاء منه. يبقى المنتج ده محتاج مرحلتين عشان ننتهي منه. يديني بيانات المرحلة الاولى وبيانات المرحلة التانية. تمام? وحداد تحت شغيل اول المرحلة اقلا ما فيهاش شرطا. بقى المرحلة الاولى ماكانشش فيه منش يعني ده مثلا شهر مارس ماكانش فيه في فبراير في نفس المرحلة دي وحدات ما اكتملتش فبترواح مارس مافيش. لكن المرحلة التانية فيه الف واحدة بنسبة اتمم ربئين في المية بقى هيا جايا هوهياها تمه بنسبة ربيعين. بقى هكملها بنسبة كم هنشوه. وحدات جديدة المرحلة الاولة بدأت بوحدات جديدة خمسمة مرحلة الثانية لوحدات الجديدة ميد عالمة استفهام أنا اللي هجبها وحدات تحت شغيل آخر علامة استفهام تمت بنسبة 60 مسارة الثانية تم government 70 اللي فد كله طبعا علامات الاستفهام ده هنقولها مع مع 했어요 اللي فد كله بالوحدات كميا بادخل باع الجنهات اللي يكتبا المواد بيقولك في مادة ألف ومادة به ومادة سين ومادة صاد أنا مكتر في المواد علشان هي المواد دي اللي فعل فكرة كلها ألف وبيه دول مرحلة الأولى بيحتاج مادة 2 ألف وبيه ألف بتضاف في البداية عند بداية التشغيل خلص بيضيف المادة ألف بيه بتضاف عند مشتوى 50% يبقى الوحدات اللي بتوصل 50% بتاخد المادة بهتاقة ولو بتوصلش مش ياخدها في مادة سين ومادة صاد سين بتضاف عنده 30% صاد بتضاف في النهاية يعني اللي بيوصل للآخر هو اللي بياخد المادة صاد ومديننا التكاليف بتاعة الاربع مواد دول والأجور والمصرفات مدينا برضو تكاليفهم مرحلة تانية قلنا نفاها وحدات تحت تشغيل أول يبقى لازم يدينا مكلفان قد إيه احنا قلنا شغالين تراكمي لازم يبقى الوحدات اللي هي تمت بنسبة زي ما انت شايفها 40% تكاليفها كتأيجيالي هو متكلف قد إيه 20 ألف مستلمة دي مرحلة 50 ألف مادة سين 10 ألف أجور 8 ألف مصرفات المطلوب باستخدام الوارد أولا يصرف أولا المتوسط هنفهم إيه الطرقتين دول دلوقتي إيجاد متوسط تكلفة الوحدة وإجمال التكاليف التامي لمحاول مخازم وتكاليف تحت تشغيل آخر اللي هو المغزون وتصوير حساب التشغيل نسمى لك ده خلي بالك الملف ده أتلاقي في الوصف الفيديو رابط بتاع الملف ده نزله اطبعه وإنت بتتفرج على الفيديو يبقى قدامك الملف فارق كبير مش متاح يبقى اكتبه اكتب السؤال عشان نعرف الإجابة تمت إزاي عشان تبقى فيه فهم كبير يعني هنبدأ بالمرحلة الأولى وقلنا فيه تلات تقرير أول تقرير حركة الإنتاج هذا فاعرف المدخلات والمخرجات المدخلات دخل خمس تلاف واحدة لازم المدخلات على فكرة تصوى المخرجات يبقى علامة الاستفهام كده يجبناها خلاص بالفكرة اللي قلتها دي اللي خرج يا حاجات تتم يا ما تتمش فبابا قل لي تم تلاتة ونص يبقى اللي ما تمش كام ها ألف ونص يبقى علامة الاستفهام اللي يا وعدات تحت تشغيل آخر هتبقى ألف ونص بنسبة ستين في المية تمام زي ما انت شايفها نيجي لتقرير المتجانس مهم جدا ركز معايا فيه انا في المرحلة اللي قلقى خلي بالك يبقى فيهش عمود اسمه التكلفة المستلمة مفيهش عمود اسمه التكلفة المستلمة انا عايزك بقى تفهم ايه فكرة تقرير انتاج متجانس اولا تقرير متجانس انا عايز اطلع اجمالي الوحدات المتجانسة هتفهم يعني المتجانسة بقى طب ليه بطلع الاجمالي عشان اقسم اجمال التكاليف على اجمال الوحدات يدينا متوسط تكلفة الوحدة فأي وحدات عندما دروا في المتوسط يدينا تكلفتها اللي أنا عايزها طيب طيب دلوقتي في وحدات تمت يعني تمت بنسبة 100% وحدات آخر مثلا تمت بنسبة 60% ينفع أجمعهم على بعض أنا عايز المجموعة أخلي بالك ينفع ينفع حاجة مكتملة 100% أجمعها على حاجة مكتملة 60% لا يبقى أنا بحول الـ 60% دي لوحدات مكافأة أو معادلة بمعنى أصح أفهمها لك أكتر لو أنا عندي منتاجين واحد تم 50% والتاني برضو تم 50% يبقى كأني عندي منتاج واحد يبقى أنا بروح ضارب واحد في 50% دينا نص واحد في 50% دينا نص يبقى في الآخر أكينهم وحدة وحدة لكن أقول اتنين لا هم مش اتنين لأنه ما كملوش 100% لأنهم هيبقى الجمعوا مع الانتاج التام أبو 100% يبقى أنا هدفي أحول الوحدات اللي ما اكتملتش دي إلى وحدات مكافأة أو معادلة عشان تبقى كلها وحدات متجنسة أقدر أجمعها مع بعض وبالتالي أقدر أجيب متوسط التكلفة طالما الوحدات أصبحت مكافأة أو معادلة فهم حلو تكاليف جميلة بس تفهمها طيب أعبقى نطبق الكلام ده أولا أنا بأخذ المخرجات من هدفي أجيب تكلفة المخرجات تقوعة تنسى قلنا بي هدفك أي هدفنا جاء تكلفة انتاج التام اللي رايح المرحلة التانية أو اللي رايح المخازن هدف التاني تكلفة انتاج تحت تشغيل آخر اللي بتروح قيمة المركز ما لأصول متدولة وبنور بطوبين التكاليف والمحاسبة الملائقة خلي بالك دلوقتي يبقى بجيب المخرجات هي اللي فعل حاجتين دول المخرجات وحدات تم محاولة بص خلي بالك تم محاولة يعني استفادت من كل العناصر 100% هم كان واحدة 3.5 دائما بيبقى 100% أنا بشرح بقى الجاد والل أنا فوته خلي بالك دلوقتي يبقى الوحدات التمى دائما استفادتها 100% ماها تمت يعني اكتملت يبقى 100% نجي بقى الوحدات تحت التشغيل آخر اللي هي 60% يعني الالف ونص دول تموا بنسبة 60% تعا نبدأ بالأجور والمصرفات خلاص يبقى هم استفادوا من الأجور والمصرفات اتصرف عليهم أجور والمصرفات 60% انا مش 100% يبقى بروح ضارب 1000.5% في 60% يدينا 900 يبقى عرفنا الت 900 جات ازاي تعال بقى نجي للمواد بقى ركز معايا هو قال لي المادة ألف متضاف في البداية تبقى المادة به متضاف عند 50% بص بقى خلي بالك انتاج تحت تشغيل آخر ده بدأ 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 وماكملش وصل 60% يبقى استفاد من المادة ألف فكر كده عايزك تفهم اه استفاد المادة ألف بتضاف في البداية ما هو بدأ بدأ ووصل 60% كمان يعني عدى البداية ووصل 60% يبقى يستفيد من المادة ألف بالكامل ألف ونص يبقى الألف ونص ويحتخدوا المادة ألف يبقى ألف ونص تمام تعال نجي للمادة به بعد المادة به بتضاف عند نسبة 50% يعني اللي بيوصل 50% بياخد المادة به طيب وهل الألف ونص وحدة دول واحدات تحت تشغيل آخر وصلوا 50% آه ده وصلوا 60% يبقى برضو الألف ونص كلهم يستفادوا من ألف وبه إمتى ماستفيدش من به؟ طبعا أنا لنازم ألف أستفيد منه لأنني بدأت حتى لو وصلت الواحد في المية بدأت يبقى هستفيد من أول صفر هستفيد إمتى ماستفيدش من به؟ لو المادة به بتضاف عند سبعين أو واحد وستين أنا ماوصلتش لواحد وستين ولا سبعين يبقى صفر فهمنا؟ فهم ماشي نجمع بقى أهم حاجة في الجزء ده التجميع ثلاثة ونص زاد ألف ونص خمس تلاف وهكذا خمس تلاف واربعة وربعمائة وربعمائة التجميع ده مهم ليه؟ ده اللي هيفيدني في التقرير اللي جاي اللي هو تقرير التكاليف لأن تقرير التكاليف بعمل فيه إجمال التكاليف على عدد الوحدات إجمال التكاليف على عدد إيه؟ الوحدات هذا دي عدد الوحدات قدامها نعم نشوف تقرير التكاليف كده فيه ثلاث خانات خلي بالك طبعا في الأول البيان تكاليف وحدات متجنسة بجيبة بالتقرير اللي فات ومتوسط تكاليفة الوحدة خلي بالك التقرير ده مقصوله الصين حصر التكاليف بحط فيه كل التكاليف اللي أنا حصرتها طوال شهر إبريل وتوزيع التكاليف هدف بقى وزع التكاليف هو ده هدف بقى هو ده هدف مدى آخر تقرير هدف وزع التكاليف دي على إنتاء اللي تم واللي ما تمش اللي هو الألف ونص وحدة لو تفتكر عرفت إيه الهدف؟ لو عرفت الهدف التقرير بقى سهل ما عرفتش الهدف الدنيا بقت صعبة معك وانت بتحفظ تعالوا حصور التكاليف هتلاقي في السؤال المادة ألف مكلفاني عشرين ألف المرحلة الأولى وعشر تلاف به والأجورة ربعين والمصرفات تلاتين مجموعهم مية ألف يبقى دي إجماليات التكاليف يبقى لازم تتئسم على إجماليات الوحدات المتجانسة من التقرير اللي فات الصف الأخير اللي معمول بمثل البروصص ل خمسة، خمسة، ربع، ربعوًا، ربعوًا أربع ومن أقبل يبقى كده نقدر يجيب ايه؟ متوصية تكلفة الوحدة الوحدة بتكلفنا قد يهن من عندي إجمالي التكاليف في البسط الوحدات المتجنسة في المقام يبقى عشرين ألف على الخمسة فالأربع 10 على 5 في 3 2 وهكذا تعال نجمع المتوسطات عشان هتعرف لين جمع المتوسطات 21 و 908 من الف ده مجموع المتوسطة يبقى الوحدة بتكلفني حتى هذه اللحظة في المرحلة و لا بس في المرحلة تانية 21 و 908 من الف تعال نوزع بقى المية الف دي هنوزعها على ايه المخرجات عندي حاجتين تم محول لمرحلة تانية و احدات تحت تشغيل ايه اخر هو ده اللي هجيب لي تكلفته نبدأ بالتم محول الوحدة تلاتة ونص مش هم تلاتة ونص استفادوا 100% الوحدة بتكلفني 21 و 98 يبقى المرضة هضرب شفت بقى العلاقة يبقى انا فوق كان عندي التكاليف والوحدات و ما عنديش المتوسط تحت بنزل المتوسط زي ما هو نزلت 21 نزلت اضربها في 3 ونص ما هم تلاتة ونص يدينا 76 و 682 الرقم ده مهم جدا على فكرة الرقم ده رايح المرحلة التانية ما هو ده الانتاج اللي ايه انا قلت شغلت راكمي تكاليف الاولى اللي تمت بتترحل المرحلة التانية يبقى الرقم ده مهم جدا هتستفيد بيك من شوان تعالى بقى لتحت التشغيل اخر اه حتى هيقول لي بقى سؤاله هو انت ليه في انتاج تام خطة 3 ونص مرة واحدة في 21 و 9 و ليه في تحت التشغيل اخر خطة تفاصيل خطة تفاصيل اقول لك ليه بص كده انتاج متجانس كله في التام المحاول كله 3 ونص يعني انا لو انا قلت 3 ونص في 4 يعني متوسط و 3 ونص في 2 و 3 ونص في 9 و 9 من 100 و 3 ونص في 6 و 8 من 10 هي هيه لو قلت 3 ونص في 21 و 9 من 10 مهم كلهم 3 ونص يبقى اضرب في المجموعة لكن هل انتاج تحت التشغيل كله حاجة واحدة كله ألف ونص؟ لا طبعا عمرو يبقى كله ألف ونص لو كله ألف ونص يبقى كله كتمل او التام هو ما تمش بالكامل تم 60% بس انا عندي ألف ونص و ألف ونص و تسعمائة و تسعمائة و تسعمائة و تسعمائة أربعة عرقام مختلفين مواد ألف بي و جوره مصرفات يبقى في الحالة دي لازم اكتب الأربعة تفاصيل و كل تفاصيلة في متوسطها يعني بص فوق المادة ألف بتكلفنا أربعة هو استفاد من المادة ألف ونص بألف ونص في أربعة ستتلاف المادة بيه بتكلفن اتنين هو استفاد من المادة بألف ونص ألف ونص في اتنين تلات تلاف الأجور هو استفاد منها تسعمائة واحدة والواحدة بتكلفن تسعة وتسعة من مية نضرب وهكذا نجيب المصرفات طلع ان انتاج تحت تشغيل آخر تلاتة وعشر ألف تلاتمية و تمنتاشر لو انا شايف والمجموع ميت ألف برضو وإيه 100 ألف دي؟ مش أنا قلت لك هدفي أوز علمية اللي فوق دي على التم وآخر يبقى لازم 76-682 مع 23-318 يدينا 100 ألف خليه بيلك فيه تقريب وحاجات فممكن تلاقي جنيه ناقص مش عارفه عشان التقريب بس أنا أحب أشكتب كسور كده ويبقى شكل أرقام مش لطيف يعني هي فيها كسور على الفكرة بس أنا مكرم يعني أمم لازم الإجمالي يساوي التوزيع 100 ألف حساب التشغيل سهل جدا وتحط في الجانب المدين المواد والإجورة المصنوات طبعا الـ 30 ألف دي مجموع المادة ألف وبي مش هكتب بقى ألف وبي الواحدة لا المواد على بعض 30 ألف يبقى المجموع 100 المية دول توزعوا إزاي 76 ده إنتاج تم حول المرحلة التانية هستفيد بيه و23-318 عايف ده إيه بقى تحت جد آخر ده مش إحنا دلوقتي في مارس ده هيفضل 23-318 هيفضل في المرحلة الأولى بس هكمله في إيه في إبريل نفس المرحلة وإعادية مش رايح للمرحلة التانية ما ما اكتملش يا جماعة اللي اكتمل هو اللي بيروح للمرحلة التانية ده ما اكتملش يبقى مش هيروح للمرحلة التانية اللي رايح للمرحلة التانية 76 نيجي بقى للمرحلة التانية هنا بقى هنضطر نشتغل بطريقة المتوسط والوارد أولا يصرف أولا وهو هقول لك ليه ما تقلقش نبدأ الأول بتقرير حركة الإنتاج تقرير حركة الإنتاج مرحلة التانية نبدأ بطريقة المتوسط وهذا فهام كل حاجة ما تقلقاش وحدات تحت شغيل الأول ألف وحدة الوحدات الجديدة ما قاليش كام اه اللي تم من المرحلة الأولى مش تلات تلاف ونص وحدة يبقى هم دول اللي رايحين للمرحلة التانية يعني بقى علامة الاستفاهم تلاتة ونص يبقى أنا مدخلات أربعة ونص ألف جايين من الشهر اللي فات بكملهم الشهر ده وتلاتة ونص جايين من المرحلة الأولى عشان يدخلوا في المرحلة التانية يبقى كل مدخلات أربعة ونص تم منهم أربعة يبقى آخر كام خمسة ومية موضوع سهل معلامات الاستفاهم جبتها كلها يبقى إذن عند ألف وحدة ثلاثة ونص يبقى المدخلات أربعة ونص تم منهم أربعة جايين من المرحلة آسف أربعة دي معطاه ثلاثة ونص دي هي manganكتوبها وحدات من من المرحلة الأولى هي دي اللي جات من المرحلة الأولى يبقى في 500 تحت التشغيل اخر ده طريقة المتوسط ايه الفرق بقى بالمتوسط والورد اولا نصرف اولا بصوا طريقة المتوسط ده بتفترض ان انا مثلا وانا شغال في منتج معي طريقة المتوسط بيقولك الالف بتاع الشهر اللي فات والتلاتة ونص اللي جايين لي من المرحلة اللي فاتت بيتدمجوا مع بعض ركز في كلمة بيتدمجوا ده هتفيدني في تقريب التالت بيتدمجوا مع بعض بيبقى اربعة ونص وحدة وانا بيفرقش بينهم يبقى الاربعة ونص تم منهم اربعة وخلصنا ده طريقة بتراح دماغهم ده طريقة سهلة براح دماغهم شوية بيقولك كلهم زي بعض يبقى كلهم ايه اربعة ما بيفرقش بينهم بص بقى الطريقة التانية في المخرجات لا بيقولك الورد اولا يصرف اولا يبقى الورد اولا بنتجه اولا يبقى اول واحد تم هو الالف بس كل اللي تم اربعة يبقى فيه تلاتة ونص التلاتة ونص تم منهم تلاتة والخمسمية بقيت التلاتة ونص هي دي اللي ما تمتش نقول ثانيا بقى طريقة المتوسط بيدني كل الوحدات أول مع المنقول تلاتة ونص وقال في الدين أربعة ونص تم منون أربع يبقى لما تمش خمسمية طريقة الثانية بتقوللك لأ أول حاجة تملت أو تمت هي الألف ووحدة الألف ووحدة بس كل اللي تم هو قال الأربعة يبقى فيه تلاتة تمة كمان من المنقول من الجديد من التلاتة ونص هارفت الخمسمية جات منين يبقى الثلاثة ونص فيه ثلاثة منهم تموا على الالف طبعا وفيه خمسمية من الثلاثة ونص تحت التشغيل فهمنا الفان؟ يبدأ يفيدني في اللي جاي او هفر في اللي جاي هفر طبعا تقرير انتاج متجانس في طريقة المتوسط هيبقى سهل هناخد المخرجات تم محاوله تحت تشغيل اخر تم محاول اربعة يبقى الصف كل اربعات خلا بالك ضفن عمود اسمه التكلفة المستلمة ضفن عمود اسمه التكلفة المستلمة لان دي مرحلة تانية بيستلم من الاولى ركز معا كل اربعات مية في المية وحدات تحت تشغيل اخر في المستلمة مية في المية على فكر لان هي برضو اخر دي جاي من المرحلة اللي فاتت وبدأتها بس ما كملتش يبقى تستفيد مية في المية نيجي الاجورة ومصرفات بنضرب في سبعين في المية زي ما اتفقنا الاجورة ومصرفات ما فيهاش مشكلة بالنسبات يبقى خمسمية في سبعين في المية ده تلتمية وخمسين نيجي بقى المادة سين والمادة صاد اه تعبقى نشوف انا مش فاكر المادة سين بتضاف امتى ها سين عنده 30 في المية صاد في النهاية ماشي حال سين عنده 30 في المية سين بيضاف عنده 30 في المية انا افطريط المتوسط خلي بقى سين بيضاف عنده 30 في المية طيب اه الخمسمية وحدة دول تموا بنسبة كام سبعين في المية يبقى استفادوا من المادة سين على طبعا ده سين بيضاف عندنا اللي بيوصل 30 لا ده وصل 70 عدد 30 يبقى ياخد 800 كلهم يستفيد منهم من المادة سين المادة صد بتضاف للي بيوصل لنهاية التشغيل او لنهاية عمبر التشغيل وهل تحت التشغيل بيوصل لنهاية عمرو ما يكون وصل للنهاية على فكرة لازفكرة اسمه آخر يعني وصل النهاية لا وحدات تحت تشغيل آخر اللي هو بيتبقى آخر ايه الشهر ما اكتملش يبقى ما وصلش للنهاية لو كان وصل النهاية يبقى كان اسمه وحدات تمة هو ما وصلش للنهاية يبقى ما استفدش من المادة صادية يبقى صفر وبنجمع برضو وانت عارف بنجمع عليه هنضطر بقى في طريقة الوارد اولا يصرف اولا يبقى عندي 3 مخرجات اول وتم منقول وجديد وتم تحت التشغيل اخر 3 مخرجات او زي ما انت شايف تعال نحل لهم بقى كده اولا الوحدات الجديدة وتمت قلنا 3 تلاف يبقى كله 3 تلاف وحدات تحت شغيل اخر زي اللي فاتت تماما مش هتختلف ايه الجديد عندي الجديد عندي يا حضرات ان التمة بدل ما هي 4 وعملتها تمة على بعضها انا جزقتها لتلاتة والالف التلاتة اللي هي الجديدة كلها تلاتات وتمت هي الجديدة وتمت يبقى 100% واول وتم الف نركز بقى في اول وتم دي عشان دي مشكلة الناس كلها اقول لك تاني احنا دلوقت في شهر مارس ايه الوحدات اول دي دي اللي جاية من فبراير مش جاية من المرحلة الاولى عشان كده المستلة مشارطة لانه مش جاي من المرحلة الاولى لأ ده هو جاي من نفس المرحلة التانية بس شهر فبراير بس جاي لي ناقص مكتمل 40% فانا بكمله 60 عشان يبقى 100% هو عايز 60 في الأجورة والمصرفات عشان يبقى 100% بكمله ركز في الكلمة بكمله عشان يبقى 100% لان هو جاي لي هو 40 جاي لي من فبراير هو 40 يبقى محتاج كام في مارس عشان يكتمل 60 يبقى 100% عشان يبقى 100% وبناءا عليه لما جاي باستفادته من أجور ومصرفات مضربش في 40 هو جاي لي من فبراير هو 40 يبقى محتاج كام في مارس ما عايز مارس دي بقى اعمل مارس محتاج 60 يبقى اضرب 1000 في 60% المتمم الشرح ده طبعا مكتوب قبل كده يدينا 600 اجور ومصرفات زي بعض الأجور ومصرفات نجي للمواد بقى المادة سين برضو نسيت بتتضاف امتى السؤالة هي المادة سين عنده 30 وصدف انها ماشي المادة سين عنده 30 ركز معايا اللي بقى لك هو جاي لي هو واصل الاربعين في المية جاي لي هو واصل ايه اربعين هنقول ده اربعين ده كده اربعين المادة سين بتضاف عنده البيوصل 30 يبقى هو استفاد من المادة سين في الشهر الفات ولا الشهر ده هو جاي لي وهو اربعين جاي لي وهو اربعين والمادة سين بتضاف عنده بيوصل 30 طب هو واصل الى 30 ده امتى في فبراير ولا في الشهر بتاعي لا في فبراير ما هو جاي الاربعين يعني عدى 30 في فبراير يبقى خد المادة الخام ده في فبراير ما ياخدهاش في مارس تاني فهمتوا حضرات ركز التكاليف فهم هو استفاد من المادة سين ده قبل كده في فبراير انا مش فبراير دلوقتي هو جاي لي من فبراير انا في مارس يبقى مارس مش ياخده تاني ياخدهاش مرتين يبقى المادة سين لن يستفيد بيها يبقى شرطة او صفر نيجي للمادة ساد المادة ساد بتضاف لللي بيوصل للنهاية هو جاي ليه هو اربعين وتم على فكرة تم مش قولنا دي الورد اولا نصرف اولا يعني وحدات اول اتمها الاول قبل ما تم الجديد مكتوبة هي وحدات اول وتمت افهم يبقى اذا الوحدات دي اكتملت 100% بدليل انا صرفت عليها 60% ومصرفات عشان تبقى 100% يبقى اكتملت يبقى تستفيد من المادة ساد اللي بتضاف للنهاية لانه هيوصل للنهاية في مارس حان كده سميت وحدات تحت تشغيل اول لكن في مارس تم بتموا الاول بتم القديم الاول هو ده طريقة الورد اولا عشان كده الاستفادة 100% ونجمع زي ما انت عارف نيجي بقى لتقرير التكاليف فتر الكاية كده عايزين نفهمها في الطريقتية طريقة المتوسط قدامك احنا قلنا طريقة المتوسط قلت انا كلمة كده قلتلك ركز فيها بدمج وحدات اول مع وحدات الفترة ما انعليف التكاليف هدمك برضه اول مع الفترة احدات اول على فكرة مدهالة منفصلة تحت اهيه السؤال طبعا احدات اول اهيه اللي هو جاي بيها جاي بيها 40% اهيه اربع عرقام هو خمسة عشرة تمانية اذا هتلاقي قدامك اهو عشرين خمسة عشرة تمانية صاد ما فيش لانه ما كانش استفاد من صاد قبل كده تكاليف الفترة دي معطاء المرحلة التانية 30 والعشرين والتلاتين والخمسة عشرين اهيه اهي تلاتين عشرين تلاتين خمسة عشرين في رقم بقى مش موجود اللي هو التكلفة المستلمة انا جبته منين بقى اللي هو 76-682 بتاع الفترة ده جبنين من المرحلة الاولى فاكر ما قلتلك ده اهم مراكب في المرحلة الاولى دي التكاليف الوحدات اللي تمت في المرحلة الاولى رايحة التانية يبقى اذا 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 بص بقى كده يبقى فيه بص كده التقرير ده فيه تلات تلاف وحدة ونص جولي من المرحلة الاولى دخلوا التانية وبدأوا في المدخلات وتكلفتهم 76-682 يبقى تلاتة ونص وحدة فدوني في تقرير حركة الانتاج وتكلفتهم 76-682 فدوني في تقرير التكاليف يبقى انا عندي تكاليف الفترة وتكاليف اول بجمعهم ده الاجمال هو ده اللي يتقسم الدينة المتواصل يبقى دي اللعبة بقى ان انا دمكت اول مع الفترة دمكت يبقى هنقسم 96-682-4 ونص دينة واحد وعشرين وتمانية واربعين من مية وهكذا يعني ده انا في الاخر الاجمالي واحد وخمسين زير واربع واربعين فيه طبعا علامة في الاول تعالى نوزع بقى انا عندي المخرجات تم محاول المخازن وتحت التشغيل الاخر التم محاول اهو اهو اللي بلاك احنا في طريقة المتوسط كان اربعة تلاف واحد اربعة تلاف واحد كلهم اربعات طبعا فباخد عمل مشترك اللي هو الاربع واضرف في الاجمال المتوسط 51 ادنا امتين واربعة مية ستة وسبعين اخر كان عندي خمس تفاصيل 500 500 شرطة 3550 متجنسة اهو اهو 500 500 شرطة 350 مختلفين عن بعض ولازي يبقوا مختلفين طبعا او كانوا كلهم اكتملوا كان بقى تام ما كانش اسمه اخر اضرب بقى اهيه في الخمس متوسطات اللي فوق الخمسة متوسطات ينزلوا تحت اضرب في الخمس وحدات متجنسة بما يخص المستلمة وسين وصدق جرم وصرفات. صد شرطة يبقى تكلفة شرطة. تمام? اضرب دفده يعني 10,749 جات ازاي? 214,850. هنجمع اخر عشان هو ده اللي يروح كايمة المركز المالي جانب اصول متدولة. اداء المحاسبة المالية والتكاليفة يشودوني مع بعض. واللي تم 276 ده محول المخازن اللي هو انقل انه هو مرحلتين. منتج بتاعتي اللي رحت المخازن تكلفتها 2476. قل صرفت على تكاليفة تسويقية فبقت 250,000. باعتها ب300,000 يبقى كسبت 50. عرفت ليه بجيب الرقم ده? ما لازم نفهم. انا عايزك تفهم بجيب الحاجات دي مش بجيبها وخلاص. لأ منجيبها ليه? عرفنا منجيبها ليه? طبعا حساب التشغيل. واحط وحدات تحت تشغيل اول الواحدة تحت 40,000 اللي هو العمود الاولاني. بعد كده بقى ايه? الاربع عرقم بتوع الفترة اللي هو كان العمود التاني. ويتحوله الى 200 واربعة وعشرين الف خمسون واربعة. بيه الطرقة ايه? الاولى? طريقة المتوصل. نيجي بقى للطريقة التانية. الاول في الاول. تقريب التكاليفة. بص بقى. انا هنا بشرح طريقة الاول في الاول او الورد اولا نصرف اولا او فايفو يعني فيرست ان فيرست اولا كنت بقول ايه? ان انا بفصل اول عن الفترة. وبفترض ان اول ده هو اللي تم اولا. اول هو اللي تم اولا. طالما فصلت في الوحدات يعني بص كده اهو اهو. انا جيت في الوحدات فصلت. اهو في طريقة الولاد اولا فصلت الوحدات. اول لوحدها وجديد لوحدة. ده الف وده تلات تلاف. يبقى لازم في التكاليف افصل تكاليف اول لوحدها. والفترة لوحدة. دي الفكرة بقى. فتكاليف اول احنا لسه قالين تلاتة واربعين. بص فاصيلها ازاي? فوق لوحدها مع نفسها اهيه? ما جبلاش متوسط طبعا. لوحدها. لوحدها. تكاليف الفترة كام? اللي هو العمود التاني في تقرير التكاليف بتاعة الطريقة المتوسطuti Seth-Average. ما ستة وسبعين ستمات ونوين هتين الف وعشرين الف وثanten الف وخمسة وعشرين الف. المجموع ماتين اربعة عشان ستمائة ونوين وتمٍ هو نفس المجموع اللي فات على فكرة. اهو. متين اربعة عشان ستمائة ونوين وتمانين. خلوbase اول دي اللي اللي بتا شايفوه ده عملته الواحد وفصلته. الفترة الواحد وفصلهم. ده في طريقة لكن في طريقتهم تواصل بدمج مع بعض وكلهم على بعض تم 4000 مشوكراً طريقة سهلة شوية بس محتاج حد يركز في حتة اول والفترة والاجمال دي يجمعهم قصد يعني طريقة الثانية بيفصل اول وتم 1000 وجديد وتم 3000 وراح فصل التكاليف عن بقية التكاليف اللي اولة ستة وسبعين ده حصر التكاليف تعال نوزع بقى ركز في التوزيع انتاج تحت تشغيل اول هجيبه على جزئين هو جايلي جايلي ومكلفني 43000 كان محتاج 60% عشان يكتمل يبقى هجيب له التكلفة على جزئين التلاتة واربعين اللي جايلي بيهم احنا شغالين تراكمي زائد بص انا كاتب ايه تكاليف اتمام الوحدات دي يبقى انتاج تحت تشغيل باش مالالف زائد تكاليف الاتمام اللي احنا ليه به يعني فتكاليف انتاج تحت التشغيل اول جايلي وهي 43 واربعين مضيف عليها تكاليف الاتمام بالعناصر بتاعتها مستلة مسين صاد اجور مصروفات طبعا انت عارف الشرطة والشرطة والالف والستمائة والستمائة جم منين هم؟ هم؟ لازم تبقى عارف اهي من تقرير متجانس اهي الصف الاولاني شرطتين الف ستمائة ستمائة تمام؟ عشان بس ايه تبقى عارف مضربه في المتوسطات اللي ايه جاي من ايه؟ من فوق المتوسط ما بضغيرش عشان كده عشان بحول الوحدات لمكافأة او معادلة يبقى المتوسط سابق لا تغيرش هننزل 21 والثمانية والخمسة والسبعة والستة بالكسور بتاعتهم ونضرب بقى خمسة في الف سبعة ونصف ستمائة وهكذا ازا اجمالي تكلفة وحدات تحت تشغيل اول وتمت ستة وخمسين تلتمائة واربع وخمسين اللي هي التاتة واربعين اللي جايلي بيهم زائد الكمالة بتاعتهم اللي هي وصلت التكاليف بتاعتها لستة وخمسين لسه في تات تلاف قصد انا كده اجبت تكلفة الالف الي تم في تلاتة جديد وتم اللي ellos جايني من المرحلة فدت وتم تلات تلاف في المتوسط الاجمالي تسعة واربعين واربعين وتلاتة دينة 1482121 الرقم اللي انا عملو بالبرتقاني ده اولا صفر ده بقى ده بقى الاربع تلاف بقى الالف والتلاتة نجمعهم مع بعض يعني نجمع الستة وخمسين مع الـ 148 اسمه ايه دي بقى الوحادات اللي رايح المخازن بقى وهو إيه اللي تمه راحل المخازل ألف أول وتم والتلات تلاف جديد أو منقول وتم مجموعهم مع بعض ده يهمني ده رقم مهم جدا بيبقى ده التكاليف بتاعة المنتجات التامة بتاعتي 24565 اللي بقى لك الرقم ده اختلف في الطرق اللي فاتت يعني هنا بص 24565 هنا الرقم بص كم 2476 اللي راحل المخازل فرق حوالي ربعمية أو شوية كده يعني أقلم ربعمية جنيه كمان يبقى فيه فروق فيه فروق فيه فروق لأن هناك التوجيب المتوسط لكله هناك التوجيب المتوسط لإيه للكل لكن هنا بجيب المتوسط لمين للفترة بص كده يعني هنا المتوسط 49 متوسط 49 بص هناك المتوسط كان كامل مجموع 51 51 تمام لأن البسط كان رقم كبير لما يجب مع بعض لكن هنا التكاليف قلت التكاليف قلت بتاعتي ماشي آآ تمام وصلنا ال 2465 طبعا تكاليف تحت تشغيل آخر ما فيش فيها مشكلة بالنسبة لي برص الخمسمية والخمسمية والشرطة وتلتمية وخمسين وتلتمية وخمسين والمتوسط بجيب من فوقه بضرب طلعني تحت تشغيل آخر 216 طبعا غير اللي فاتت برضو مع طالما تكاليف الفترة اللي راحت المحاولة المخازن اختلفت بآخر هتختلف لأن لازم المجموع يبقى 224-668 اهي 254 لبالك المجموع واحد هي التفصيلة اللي اختلفت اللي راح تمه واللي راح اخر اختلفه بسبب الطريقة يعني هنا 204-176 زائد 254 يدينا 224-682 24-682 هنا بقى في رقمين تانين اللي هديوني 224-682 245-65 و 216 بسبب اختلاف الطريقة وطبعا حساب تحت التشغيل آخر حساب التشغيل آسف بتاع المرحلة التانية طريقة الاول في الاول الجانب المدين مش يختلف على فكرة الا يختلف الجانب الدائن اللي هو تفصيلة 224-682 اللي كاتب لك هو هتلاحظ اختلاف طفيف في النتائج فكر واعرف انا قلت يعني نبزة مختصر عايزك تفكر اكتر وتعرف ايه لسبب الاختلاف لسه المراحل ما خلصتش ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنعالج بقى التالف بكل حالاته سلام عليكم